إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله كانت اليوم بمدينة مغربية فيرب ترحمها الفقيد تغفر ليهجع المأواه الجنة وترزق الأهل ديالو الصبر وسلوان مصرع عامل وإصابة آخر في ميناء بتنطان لقي شاب العقد ديالو الثالث لمصرع ديالو في حالة تشغل نجم عن سقوطه وهو يقوم بتدقية قناة للصرف الصحي داخل معمال لتصدير السردين بميناء تنطان والسناد للمعطيات المتوفرة فإن الحادث سبب أيضا في إصابة عامل آخر حاول إنقاذ زاميليالو تم نقله نحو المستشفى الإقليمي بطنطان قصد تلقي العلاجات الضرورية فالدخلات عناصر الوقاية المدنية لإنقاذ شابين من داخل غالوعة الصرف الصحي قبل أن يلفظ أولهما الأنفاس ديالو الأخيرة وهو في طريق ديالو نحو المستعجلات الواقع صنفرات سلطات المحلية والمصالح الأمنية لبشرة الأبحاث ديالها بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بها فلا حول ولا قوة إلا بله وإن لله وإن إليه رجعون الموت واحدة والأسباب متعددة فيرب ترحمه طفل لهجع المأواه الجنة ونزق الأهل ديالو الصبر والسلوان ويعود لمحبة ديالو الصبر والله يجعل هذاك للتصاب الشفاء الشفاء العاجل بإذن الله شفاء لا يغادر سقما يا رب دعواتكم متابعنا كرام معهد المرحوم هذا بالرحمة والمغفرة فيرب ترحمنا جميع في الدنيا والآخرة فبهذا متابعنا الكرام كنكون صلت نهاية الفيديو كنشكركم على المتابعة والاستماع كنقول لكم شكرا لكم على لكم وانتراد يركم زميني دائما كيوصلوني فشكرا لكم زبزافة دائما كتشجعوني باش أنني نجيب لكم الجديد وكان بغي نقول لكم سلام عليكم خليتكم الاخير وما تسوجد دعموني بلي لايك والبرتاج